بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة نظمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل ماراثونها الخيري الثامن يوم تثقيفي وصحي ومراثوني نظمته جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل وذلك بهدف رفع نسبة التوعية لدى أفراد المجتمع فالحياة هي الحركة والحركة هي الحياة وهي الرسالة التي يوصلها الماراثون الخيري الثامن الذي انطلق أمام شاطئ الممزر بالشارقة طبعاً وفقاً لتوجيهات سمو الشيخة جواهر بن سلطان القاسمي حفظها الله ورعاها بتهيئة البيئة الصحية المثالية لمريض التهاب المفاصل وتقديم جميع أنواع الدعم له ارتأت الجمعية إقامة هذا الماراثون السنوي لحج جهود جميع الجهات لدعم مريض التهاب المفاصل يوم إن شاء الله تعالى في عدد كبير كمان من شركة فاص بيشاركوا برضو كمهندسين وموظفين وأنا إن شاء الله تعالى كما يعني العادي كمان بيشارك وبتمنى التوفيق طبعاً للجميع وإن شاء الله تعالى بتكون هذه المبادرة والمشاركة سنوياً لأنها فعلاً بتخدم شريحة كبيرة جداً جداً من طبعاً أصحاب هذا المرض الماراثون شهد مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع توزعت على ثلاث مراحل مختلفة ما يعكس الحرص على نشر الوعي المجتمعي والتشجيع على ممارسة الرياضة ويعتبر الماراثون فرصة لتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي تنظمها الجمعية من أجل مساعدة المرضى للتمتع بأسلوب حياة صحي حققت المركز الثاني والحمد لله أن تخلص الماراثون بنجاح والمشاركة تهدف أن تحافظ على الصحة وجسمك يكون سليم كمان الرياضة تساعدك أن تزيد من الذاكرة أنا مشاركة إياهم ثاني فعالي هاي رمزون الثامن لأصدقاء التهاب المفاصل وفي ختام الماراثون تفضل الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة بتكريم الفائزين بالماراثون الخيرية الثامن كما تفضل بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للماراثون الذي نثر فيه المتسابقون رسائل توعية مفادها بأن الرياضة هي أسلوب حياة حان وقت النشاط هو شعار الماراثون الخيري الثامن الذي تنظمه جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل والذي يأتي بهدف تعزيز التوعية لدى أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة لأخبار الدار وليد الأصبحي الشارقة